احتفظ الدكتور أسامة الباز بصورته اللامعة كمفوض سياسي عتيد ولاعب رئيسي ومستشار نافذ مع تمسكه بصفة التواضع التي منحته مكانة فريدة في قلوب الكثيرين عاشق للثقافة والفنون بسيط ومتواضع هذه هي صورته التي يعرفها كل من اقترب منه كنت تراه يمشي منفردا دون حراسة مستقلاً المواصلات العامة ومن بينها متر الأنفاق أثناء تحركه من منزله في المعادي قبل أن يتركه ويذهب للإقامة في القاهرة الجديدة إلى مقر عمله بالقرب من ميدان التحرير درج الناس على رؤيته في كل مكان دون أي حراسة وكان يمكن أن تشاهد هذا الدبلوماسي رفيع الشأن والفقيه القانوني عابراً ميدان التحرير ليشتري لنفسه شيئاً أو ماراً فوق كبر قصر النيل وأحياناً يقطع الطريق ليستوقف سيارة أجرى وربما تندهش أن تتراه واقفاً في الطبور لقطع تذكرة سينما في وسط البلد أو وهو يتناول وجبة الفول والطعمية المفضلة لديه أمام محلات المنطقة الخبير القانوني الفاهم للسياسة الذي ظل لسنوات طويلة مستشاراً سياسياً للرئيس مبارك وشارك في مفاوضات كام ديفيد بجوار الرئيس السادات نموذج فريد لرجل السياسة الذي نال شعبية كبيرة بفضل بساطته وتواضعه ضفتي هي زميلة مهنة وعلى فكرة هي شطرة ومتمكنة من أدواتها لأن مزعين النشرة في الوسط الإعلامي بيبقوا شطرين جداً ومش بس كده دي عاشت 17 سنة مع أهم سياسي محنك الدكتور أسامة الباز اللي كان المستشار السياسي لسنين طويلة للرئيس الأسبق حسني مبارك وقبله كان في مفاوضات مع الرئيس السادات وفي كام ديفيد كمان هو رجل قانون ورجل سياسة وكتب خطبات رئاسية وعاشق للثقافة والفنون والأهم من ده كله شخصية شديدة البساطة والتواضع برحب بأميمة أمام في هنا القاهرة أهلا باسمة إزايك يا أميمة عاملة إيه إزايك الحمد لله أنت منورانا النهاردة مرسي جداً ومرسي قوي على تعوتك الكريمة ومبروك على البرنامج البرنامج ما شاء الله يجنن جميل ومبره حلقة قسرة الدنيا خالص 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 يعني الحمد لله كان فيها كلمة حق بتتقالي حقيقي ده حقيقي فعربنا يوفقكم ومبروكم مرسي على الدعوة متشكرة قوي قوي في البداية يعني عاوزين نعرف سؤال كده بإجابة بسيطة كده اتعرفتوا إزاي على بعض اتعرفنا زي على بعضه وأنا جوابت على السؤال ده كتير بس يعني أقدر أقول لك المضمون نحن عايزين بس إستاذة المشاهدين يعني يتكروا معينا أوكي أنا تعرفت عليه من خلال شغلي بداية وبعدين بعد ما تعرفت عليه في الشغل وتقابلنا ما شفتوش طبعا بعدها فترة اتقابلنا بعدها في معرض بعدها بسنتين بدأ هنا التعرف الحقيقي بقى وبدأ يعزمني على معارض وبدأ يعزمني على منتدايات ثقافية وأنا برضو كنت قصد إحنا نتنين كنا قصدين الله يرحمك الشخصية عظيمة جدا كان زي ما أنت عارفة هو مهتم بالثقافة بمثقفين وبالفن ما كانش بس مجرد سياسي مخضرم أو حد مصري أصيل فلاح أصلا جاي من أرض مصر ونبت مصري أصيل مهتم بالقضايا المصرية وبالهموم المصرية إنما كمان رجل راقي وبيحب الفنون وبحقي أنه كان خلفيته ودراساته سواء في مصر أو في أمريكا قدت له شخصية متميزة جدا فيها مزيج من الأشياء اللي قد تبدو أنها ملاحش علاقة بعض مش هنقوم متناقضة لكنها في نفس الوقت أشياء كلها بتصنع شخصية متميزة من تراز فريد جدا طيب خليني يا أمي ما أسألك يعني هو دكتور أسامة الباز اتعلم من رئيس وعلم رئيس الله حلوة قويلة كلام ده حقيقي؟ إلى حد كبير طب احكينا علاقته الأول بالرئيس السادات أنا طبعا ما حضرتش ده كله أنا حضرت السبعة عشر سنة الأخير لكن سمعت منه كتير جدا هو على فكرة يعني كمان كان في حاجات كتيرة جدا ما كانش يحب له يتطرق إليها كان في الشغل اللي كان كان كتوم جدا خاصة في الأحداث اللي وهيش أحداث قديمة وكنت باحترم ده جدا فيما سألت أننا لو لقيته بيتكلم في التليفون أو كده كنت برده بقوم بديله بتديله الخصوصية بتاعه لكن هو دايما كان بيكلم على الزعيم والرئيس السادات الله يرحمه أنه بطل حرب والسلام بالفعل أنه شخصي كان من طراز رفية دهية سياسية فعلا بمعنى كلمة كان وطني من الطراز الرفية كان بيحكي دايما عن تجربته في البرلمان الأوروبي وخطابه في البرلمان الأوروبي اللي ألقاهناك واللي كان كتبه الدكتور أسامة وكتب منه أجزاء كبيرة جدا وزين السادات تحفز على بعض الأجزاء اللي كتبها الدكتور أسامة لكن الدكتور أسامة مرضيش أنه يغير في بعض الصياغات تفاصيل في بعض الخطاب ولكن بعد ما رئيس السادات قال الخطاب ألقى الخطاب ووجد تصفيق جامد جدا في البرلمان الأوروبي أدرك أنه فعلا كان فيه رؤية أو بعض معين عند الدكتور أسامة لا يرحمه وأنه كان يفهم ما يكتب تماما ويعي ما بين السطور وشكره في الآخر وقال له عبارة هو كان سعيد بيها ومتأثر بيها بيقولها لي على طول يقول له سترتني الله يسترك السادات طبعا رئيس السادات كان شخصية عظيمة جدا جدا وكان يعني الشخصيات العظيمة دائما بيبقاش عندها نوع من أنواع الكبرياء اللي خليها أنها ما تعترفش بشيء إيجابي أو شيء جيد يعمله الشخص أو الطرف الآخر قدامه قايمة يعني خليني أرجع معاك شوية ممكن للسبعينات كان بديفيد كان كل السياسيين اللي فيها كانوا بيتهاجموا الدكتور أسامة الباز واجه هذا الهجوم إزاي هو هو رجل كان يفعل ما يؤمن به ما كانش بيخاف ما كانش بيقلق هو واجه هذا الهجوم عادي جدا كان الصوره مرفوعة في المطارات في سوريا وفي بلاد كتيرة جدا من الدول العربية أنهم مطلوبين وأنهم كذا وكذا وكذا لكن بعد سنين التاريخ بيحكم وعجلة التاريخ لما بتدور بتكشف أمور كتيرة جدا للناس كان مؤمن هو بأن السلام هو الخيار الوحيد على حل القضية الفلسطينية طبعا أكيد عشان كده هو يعني قد في هذا الملف كتير وكان شريك فيه من العاملين فيه وبعد سنين أظن أنه ده ثبت بالدليل القاطع لكل اللي كانوا بيهاجموا عملية السلام ومفاوضات كام ديفيد كان كاتب في مذكراته أو يعني حد يعني ساعده أو طلب منه أنه هو يكتب بالمذكرات لأن أنا أعرف أنه رفض أنه ده حصل ورفض حصل فعلا لا هو ما كتبش يا بسمة خالص مذكرات لا يعني هل حصل ورفض الدكتور أسامة رفض يعني؟ أيوة رفض أنه يكتب هو رفض أنه يكتب جاءت له عروض كثيرة جدا والله هو كان ميال أكتر لكتابة خبراته في الآخر يعني هو وجد أنه هو هيدخل فيه منطقة من الألغام هو رجل صادق مع نفسه كان لابد أنه هو هيكتب كل ما يعلم وفيه أحداث تاريخية كثير جدا كانت قد تمثل أمن قومي المصري أو تمثل رموز معينة فيه أسباب كثيرة كان عنده أسبابه يعني اللي وجد بعد مدرس الموضوع دراسة كافية يعني أنه هو يفضل يفضل أنه هو ما يكتبش مذكراته إنما يكتب ما أطلق عليه خبرات لكن طبعا مع الأسف أنه لم يمهله القدر أنه بعد كده ألم بيه المارض وتوفي وكده الله يرحمه لكن كان عايز يكتب خبراته وقال أن أنا الأفيد للأجيار اللي جاية برضو أنها هي من الديبلوماسيين أنها تعلم هذه الخبرات وربما كان هيكتب بعض من الأحداث أثناء هذه الخبرات كأمثلة أنت بتقولي كان هيكتب معنى كده أنه هو ما كتب لا هو ما كتبش ما كتبهاش تمام طيب نروح بقى للرئيس مبارك وعلاقته به وإحنا اللي نعرفه أنه هو كان مقرب من الرئيس مبارك وكان بالبلد كده يعني بيقدم له محاضرات سياسية تمام كلمين يعني العلاقة دي من ناحية يعني علاقة الدكتور الدكتور أسامة الباس بالرئيس محمد حسني مبارك يعني هي العلاقة من ناحية العمل يعني هو كان مستشار السياسي في الآخر هو طبعا في الأول معروف أنه هو نقل يعني خبراته وميرانه للرئيس مبارك قبل ما يتولى الرئاسة في بعض الناس حملت الدكتور أسامة مسؤولية أنه بعض الأخطاء اللي صدرت عن الرئيس الأسبق ولكن أنا بجد أنه هو في التصوري أنه هو أدى الدور اللي عليه نصح كنصح يعني أي سلبيات أو أخطاء للرئيس مبارك كانت بتنسب لأسامة الباس البعض كان يهاجم من الزاوية دي لكن أنا بتصور أنه هو أدى دوره لكن يعني لا يستطيع أنه هو يفرد رأي تقصد آه بالزبط يعني طيب هل الرئيس مبارك فترة من الفترات ما كانش بيستمع للنصائح؟ آه آه طبعا بدأ يعني خلينا نقول في موضوع التوريس حصل ده بشكل عام يعني أنت بتكلمي في أحداث دلوقتي كمان يعني عد عليها سنوات قد ما تسعفنيش الزاكرة آه تاريخ طبعا بستاريخ يا أمان آه طبعا أكيد لكن يعني يعني اللي عايزة أقوله هل الدكتور أسامة يعني ما كانش من المؤيدين لده وكان معارض ونقلوا فعلا بكل إخلاص وشفافية للرئيس لأنه هو مش سهل أن يقوله لأ يعني يعني ده إبنه بوسي هو عايزة قوة آه طبعا أكيد ما فيهاش كلام هو كان له علاقة جيدة بجمال مبارك في فترة وكان يعني سيد جمال مبارك كان أحد مهتم جدا جدا بالسياسة أو بالمطبخ السياسي وكان بحاول أنه يبقى متواجد يعني وكان بيرحب بهذا ولكن يعني تقصدي كان عاوز ياخد خبرات كان عايز ياخد خبرات يعني ولكن هذا لا يعني أنه هو كان بيدعم مشروع التوريس اللي هو دكتور أسامة يعني يعني خلينا خلينا نقوله أنه يمكن فتصوري وهو يعني تصور حد متابع أنه طول الفترة اللي ترأس فيها رئيس الأسبق مصر قد يكون هو ما أدى إلى كل ما حدث لأنه بعد طول الفترة بتجدي أنه كل شيء بيبتدي يختلف الأداء بيختلف الأحداث بتختلف القدرات حتى الأرخاصة بتختلف الوسط المحيط بالرئيس نفسه والمحيط بي مش هما نفس الأشخاص اللي بيدوا النصح بيبتدي تتغير الشخصيات ويتتغير المصرح السياسي تبتدي بعض الشخصيات تدي بعض النصائح قد تتضرب مع نصائح أخرى وممكن تكون نصائح مش في محلها يعني أنه طول المدة أعتقد أنه كان سبب في كثير مما حدث يعني وأنتي عارفة طبعا أنه في الآخر كان فيه جفوة يعني يعني كان بدأت لي من الأول طيب الجفوة دي كانت بدايتها من إمتى كانت بدايتها يعني بدأت إرهاصاتها كده كانت بدايتها من أوائل الألفنات وزهرت واضحة في 2005 وخلاص على كده يبقى ده معدية مشروعات توريس بزاق صح؟ تمام مزبوط؟ أه طيب خليني أكمل معاكي بقى أنا نروح لنقطة تانية نقطة كتابة المذكرات البعض بيشوف أن هي زي دكتور أسامة الباز الله يرحمه الله يرحمه إن هو يعني دي مناطق مش ممكن يتخط فيها لأنها فيها حاجات سياسية مهمة البعض الآخر بيقول لا ده حق التاريخ إن إحنا نقولها علشان الأجيال اللي جاية زي الأستاذ عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق وأمين عام جامعة الدول العربية أنت رأيك إيه في المذكرات دي؟ أنا ما أعرف هاش وهي أنا تحفظت عن الحديث في الموضوع ده إذا بتسأل أول عن بالنسبة خلينا في مذكرات الدكتور أسامة بتقودي تقريبا أنه ما حابش يطغل في مناطق معينة أو ليه ما كتبهاش أو ما كتبهاش لأنه لو كان كتب مذكرات كان هيكتب فيها وقائع وحقائق دسمة جدا الدكتور أسامة ما كانش هيكتب نوع المذكرات اللي يتكلم فلان عمل وفلان سوى وده أصل فلان ما عرفش إيه ومعهوش إيه يعني كان هيترفع عن كل ده وكان هيكلم سياسة بق هو السيد عمرو موسى قال أنه الدكتور أسامة لم يحصل على الدكتورة والله أنا يعني أنا مستغربة حقيقة أنا مندهشة ومعرفش هو أصلا يعني السبب يعني ما فيش تفسير لما ورد في هذه المذكرات بخصوص الدكتور أسامة أو الزعيم الراحي جمال عبد الناصر أو غيرهم غير أنه يعني نوع من أنواع الدعاية ما هو أصله هي لو مذكرات هادئة وناعمة وخبرات سياسية كده بتمر بالسلام يعني قد لا تلقى اهتمام فقد يكون ده من هذه الدوافع أو عوامل أخرى بقى يعني لن نعلمها لكن أنا على حد علمي أن السيد عمرو موسى وهو يعني سياسي فاضل ومحنك ومخضرم يعني أعتقد أنه علاقته بدكتور أسامة أعمق مفروض بكتير جدا أنه هو يتكلم بهذا الشكل في غياب الرجل بعدما الرجل توفي ولا يملك أنه هو يدفع عن نفسه ولا يملك وهو لو عايش ما كانش يدفع عن نفسه بالمناسبة لأن دكتور أسامة كان عنده حاجة جميلة جدا في شخصيته وهي الترفع وترفع عن الصغائر وعن الكلام الصغير وعن بعض الأمور اللي هي قد تبدو الإجابة عليها أمور بديهية أنا بشوف أنه هو لو بيننا أولا ما كانش سيد عمرو موسى يقول هذا الكلام ده أكيد لأنه كنت بسمعت إعلاقتهم كانت قوية ببعض وإزاي أنه هو استعام بيف وطلب دعمه عشان يكون وزير خارجية وبالتالي أنا أعلم أنه العلاقات بينهم كانت أقوى وأعمق بكتير من أنه يتكلم كده في حضور وأما أنه يتكلم كده في غيابه وبعد ما توفي فكان لازم أنه يعني يكون فيه سبب قوي أو سبب وجيه أنا مش تأكد أسبابه ومش أدري ألاقي تعليق مناسب على هذا الكلام كله أقدر أقوله أن الدكتور أسامر بس طبعا كما نعلم جميعا وعند زملاء كتيرة جدا يتكلموا أحسن مني لأن أنا ممكن أيامي أنا ما كنتش موجودة أصلا حصل على الدكتورة من هارفورد وله تاريخ هناك وقريب إحنا هنطلع بكل ما يثبت هذه الأمور وحن نتكلم بوسائق مش كلام مرسل أما مسألة أنه أعتقد أنك هايزة برضو تتطرقي ليها بما أنك فتحت هذا الموضوع مسألة أنه لم يكن متواضع فدي مسألة الحقيقة يعني مسيرة للضحك جدا جدا مش ممكن إنسانها يعيش يفتعل شخصية على مدى كل هذه السنين أنا مش قادرة أفهم إيه لماذا؟ لا المقصود يعني يعني إيه ما كانش متواضع أنا ما قررتش كتافة مش قادرة أحدد برضو المقصود بهذه الكلمة يعني معروف أن هو راجل كان ما عندوش حراسة كان بيركب مترو كان بيركب تاكسيات معروف أنه كان حياة حياة كان بيقف علشان يروح السنين ما بيقف في الطبور ده على فكرة دي روايات شهود عيان ما هو بالزبط أنا وأنا ببحث في الموضوع دي روايات شهود عيان يعني بجد أنا ما كنتش عايز أتكلم في الموضوع ده لكن يعني أنا مش قادرة أتصور إيه ممكن يكون الدافع وراء هذا الكلام غير الدافع اللي ذكرته طبعا الكلام ده كله أنا بشوف بصراحة إنه لا يستحق الرد الدكتور أسامة تاريخه ووطنيته أكبر بكتير جدا جدا من كل هذا الكلام المحبة والاحترام اللي تركهم في قلوب المصريين وفي قلوب محبي هم يستطيعون أنه هم يردوا على كل هذه الصغائر أنا مش لقي حاجة أقولها غير أنها صغار طيب خلينا بقى بالمرة نتكلم عن أسامة الباز الإنسان يعني يومه كان بيقضيه ازاي؟ كان بيعيشه ازاي؟ يعني كلميني عن الجانب الآخر في حياة أسامة الباز هو كان إنسان طبعا بسيط جدا زي ما أنت يعرف يعني حياته كانت حياة بسيطة جدا هو كان شغله هو كل حياته تقريبا كان محبي جدا أنه هو يلتقي بالناس فكان بيجدها فرصة لطيفة جدا أنه هو راح الشغل أنه هو يروح الشغل عن طريق المترو وعن طريق كده بيحب يسمع الناس بيحب يعرف هموم الناس أحيانا فيه ناس كانت بتديره شكاوي على فكرة أنا من أكتر ما يساعدني لأن أنا بشوف ناس كتير جدا أبقى ماشية معرفهمش ويوقفوني عشان يقولولي دكتور أسامة صاحب فضل علينا ده أنخذني في يوم كذا ده عملي في يوم كذا ده كان فيه مشكلة الحقيقة أنه هذا الرجل يعني له أفضل على الكثيرين كبير وصغير وفي مواقع كثيرة شايفة أنه الكلام اللي قاله السيد عمرو موسى في كتابه وعم دكتور أسامة الباز أنت شايفة أنه بيرسم شخصية أخرى غير الشخصية اللي إحنا عرفناها واللي أنت عشتي معاها وشفتيها آه طبعا أكيد 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 يعني أنا أحترم طبعا السيد عمرو موسى ده برضو رجل تاريخ يعني وكلنا بنحترمه كلنا أصله إحنا بنتكلم عن تاريخ بنقدره كل حاجة لكن أنا معرفش إيه دوافعه في هذا الكلام معرفش هو حسبها إزاي وهل هو حسبها كويس قبل ما يكتب هذا الكتاب ولا إيه أنا معرفش يعني ولا حد بقى يعني استدراجه للمناطق دي أنا معرفش يعني أنا أعتقد أنا أتصور أنه هو تم استدراجه لهذه المناطق أن يكون يعني حد قاله اعمل كده علشان أنت زي ما قلت في الأول أنه ممكن يكون نوع من أنواع الدعاية للكتاب بالزبط وأن يكون الكلام ده هو عارف شخصيا سيد عمرو موسى أنه ليس له أساس من الصحة بس يا بسمة إحنا أصبحنا في مجتمع صاخب جدا يعني بعد 2011 إحنا بقينا في مجتمع صاخب جدا هذا المجتمع لن يسمع فيه حد يتحدث بهدوء ولن يسمع فيه حد يتحدث بعقل ولن يسمع فيه حد يتحدث بمثالية إنما أنا عشان ألفت نظرك أنا هعمل زمن الصوت العالي زمن الصوت العالي وزمن الصدام وزمن الكلام الكتير اللي ممكن يبقى مثير للجدل ولي هو بيدفع الإنسان هو يحاول يكون زي ما اللي عايز يعني الناس عايزة تشوفه ازاي فبيحاول هو يتحول آه 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 بالزبط كده أو يلتزم الصمت أو يلتزم الصمت بالزبط أنا بشوف أنه التزام الصمت ده هو النجاة الحقيقية في الفترة اللي احنا فيها وبتصور أنه أفضل حاجة الإنسان يقول كلمة حق يا كلمة نصح أو يعني فلي أصمت وده أفضل كتير يعني طيب أنت كنت زوجة المستشار السياسي للرئيس في فترات طويلة هل ده يا أميمة كان يعني بيني وبينك يعني يعني ماحتاجة إضافة صريحة يعني أنا ما قلتش حاجة لسه على فكرة خالص كل ده الله ده أنا يعني وأخداك يا عليهادي جدا يا أميمة عامل حساب الزمالة طبعا طبعا لا أنا تحت عمرك وأنا جت لك يعني شكرا هلت مرش عليك يا أحد أبدا اللي جاي ده بقى مهم جدا السؤال ده هل فعلا يعني في عملك كانوا بيعملوا لك حساب كونك انك انت زوجة الدكتور قسامة الباز حتى لو انت انا عارفة انت هتقوليلي انا ما حاولتش وما استفدت ساني بس ساني يعني حساب بمعنى ايه يعني ايه عملوا لك حساب يعني هقولك مثلا زي ايه انت زوجة المستشار السياسي لرئيس الدولة طب ما هو ده ده فحد ذاته حتى لو انا ما عملتش حاجة ده حيحطني في اطار معين ده معنى من عند الاخرين من عند الاخرين نظرة الاخر ليك ايوة نظرة الاخر ليك انت بقى مسؤولة عن نظرة الاخر ليك ولا انت مسؤولة عن تصرفاتك الشخصية عن تصرفاتك الشخصية بالزبط اسأليني بقى عن تصرفاتك الشخصية طيب كنت بتتعامل ازاي معهم شخصية مع مين مع زماني مع هؤلاء اللي هما بيحاولوا يدوكي بريستيج انك انت زوجة المستشار السياسي للرئيس بصي كلهم تقريبا احياء يرزقون وكلهم مازالوا موجودين وعلى صلة بي وعلى صلة بيهم الحمد لله زي الفل ما كانش فيه زي ما انت فهم علاقات صداقة وعلاقات زمالة وعلاقات احترام وعلاقات انسانية يعني انت متصورة انا كنت بدخل مثلا التليزيون بيعملولي ايه مثلا لا مش هقولك يعني بيدربولك سلمة تحت على باب التليزيون زي موظف الدولة في الاول وفي الاخر يعني في كل موظف في الدولة بيتعرض لاشياء كتيرة منها الحلو منها الوحش يا أميمة بصي اقولك حاجة ما يطالك الوحش اسناء الفترة دي او الحقبة دي بالزبط انا هقولك على حاجة هو لو انت بتقولي بقى ايه التغييري للطرق هو كان تغييري للأسوأ وليس للأحسن اوه لان انا انا عرفت الدكتور اسامة الله يرحمه في تزوجنا قبل الالفنات 1998 اوكي انا عامية كنت ايه كنت موزيعة موزيعة دلوقتي انا ايه موزيعة برضو يعني موزيعة هل فيه طفارات قفزات لا مافيش طيب الشغلي هل كان طريق مفروش بالورود لا انت قدامك واحدة سفرة افغانستان وسفرة باكستان وسفرة ايران وسفرة كوسوفو والاراضي المحتلة وجنوب لبنان والسودان المناطق الملتهبة كلها كنت بروحه ممكن مارجعش انت غاوية بقى انا غاوية انا بحب شغلي انا بحبش الطريق السهل اوكي فقاليه بقى ايه الادفانتج بقى انا ايه المزيد او انا 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 ماعتقدش انه ممكن يكون في حد بيهمس ورايا دلوقتي بعد مرور السنين دي بيقول الكلام ده يعني قد يكون اياميها حصل لبسة عند البعض انهما اوه شوف بقى لكنه بعد مرور السنين فيه حقائق كتير جدا محتاجة وقت عشان تتكشف طب بعد وفيته الناس اتغيرت معي لا ولا بعض منها لا 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 خالص بالعكس بالعكس فضلوا على نفس عهدهم او طيب سؤالي الاخير بقى يعني مع اني نفسي اطول معي شفتي كده برضو على طول كده الوقت معي عدى على طول يا امامي بس اوعدك احنا هنعمل حلقة كمير امسياني يعني انا عايزة استفاد من من الخبرات الاعلامية كمان اللي عمدت حبيبة قلبي تسلمي تسلمي رعفو انت استاذة كبيرة انا اشكرك انا اشكرك اشكرك توليكي تاريخك برضو اشكرك اشكرك هل ممكن في يوم من الايام تكتبي مذكراتك انا كأمامة ايوة وهنا كتبتها اصدق فيما يتعلق برضو بجزء الدكتور قسامة انت مهتمة بي طبعا اكتبتها باكتب ما نشرتهاش ليه محتاج تفكير كويس قوي الموضوع ده احتراما لانه هو برضو ما كانش عايزة يكتب مذكرات طالما هو ما كانش عايزة يكتب مذكرات يبقى انا لازم ارجع نفسي كويس قوي قبل مكتب لانا ممكن اكون بعمل حاجة داد رغبته وده موضوع يعني هو مش بعمله لي انا طب ممكن اخد انفراد واعرف هتنشريها امتى او بتفكري تنشريها امتى بس مش هقولك هنشري امتى انا كنت بفكر وتفكير يعني مش هقولك في كافة ارجع من التانية 50% متوقف على ايه متوقف على انا افكر بعمق من غير ضغوط في هدوء واسأل اهل الخبرة واهل المعرفة كتبتها وخلصتها كتبتها وخلصتها اخرت مني سنة انا لسا عايزة اسألك وكتبت بعد الوفاعة على طول بكم شهر في 2014 يعني وفاكت في 2013 في اخر 2012 كتبتها في 2014 واخدت سنة وتعبت فيها جدا جدا انا وفريق طبعا اللي اشتغل وهما تعبوا اكتر لكن تجمد بقى كل شيء وقفت كده في مكاني بشوف بفكر ودي عموما مهما طال الوقت هي مش هتكون يعني قدمت يعني تعدي مني عنوان لمذكراتك اوه ايام معه جدت على بالي دلوقت حلو رأيك يلا ننشر المذكرات يا أميم يلا بينا مشاهدينا انتظروا المذكرات قريبا أميمة انا بشكرك وفاصل ونرجع نكمل اشتركوا في القناة